السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبي طالبات وطالبات صف سادس اهلا بكم مرة تانية مع الدرس الاول في وحدتنا التانية عنوان وحدتنا التانية يعني كلنا مختلفين نحن جميعا مختلفون تعالوا نشوف عنوان الدرس الاولاني بتاعنا وهو يعني هو زكي جدا تعالوا والله نبدأ بكلمات درسنا اول كلمة كلمة يعني ودود عندنا كلمة شاي 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 بمعنى خجول او خجلان كام كام طبعا الال هنا سايلنت حبيبي كام كام بمعنى هادئ كليفر 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 طبعا بمعنى ماهر او شاطر بمعنى مؤدب او مهزب بمعنى فضوة او غير مرتب نيرفوس يعني متوتر او قلق ارجنايزد حبيبي بمعنى منظم تاني ارجنايزد بمعنى منظم تعالوا والله حبيبي نشوف الاكسرا اللي هو مده هل عندنا كلمة كايند كايند يعني عطف او طيب نايس نايس يعني لطيف فاني فاني يعني مضحك هلبفل هلبفل يعني متعاون كيرفل كيرفل يعني حزر او حريص تايدي تايدي يعني مرتب او منظم انتليجنت انتليجنت يعني ذكي كوايت كوايت يعني هادئ ريلاكست ريلاكست بمعنى مسترخي او هادئ ورد ورد بمعنى الان او قلق تعالوا يلا نشوف مديني other words كلمات اخرى عندنا a bit nervous يعني متوتر قليلا او بعض الشيء قليلا او بعض الشيء don't worry يعني لا تقلق I am not sure يعني لست متأكدا carefully بمعنى بحرص او بحذر correctly بمعنى بشكل صحيح show respect بمعنى يظهر احترام تعالوا حبيبي بصفحة 53 مديني كلمات زيادة عندنا كلمة break يعني استراحة وفصحة text box text box يعني كتب مدرسية extra copy extra copy يعني نسخة اضافية worksheets worksheets بمعنى ما لازم دراسية او كراسة تدريبات تعالوا حبيبي يلا نشوف اهم ال prepositions اللي هو مدهالي عندنا كلمة good at good at بمعنى ماهر فيه او جيد فيه help with help with يعني يساعد فيه worried about worried about يعنى قولك بشاء take you around take you around يعنى يتجول بك عندنا nice to others nice to others يعنى لطيف مع الاخرين welcome to welcome to خلي بالك ان welcome بتاعت حرف at home at home يعنى في البيت come on come on يعنى هيا وتعالى talk to talk to يعنى يتحدث معها ويتحدث الى شخص talk about talk about يتحدث عن talk about something يعنى يتحدث عن شيء تعالوا نشوف حبيبي اهم ال الديفنيشنز اللي هم ادي هالي كلمة friendly friendly يعنى ودود معنى nice to others يعنى لطيف مع الاخرين or helpful متعاون shy shy يعنى خجول worried about talking to people and quiet او يعنى بيقلق من الكلام مع الناس quiet يعنى هذه clever بمعنى intelligent intelligent يعنى زاجي or good at school work يعنى جيد في العمل الدراسي عندنا كلمة polite يعنى مؤدب يعنى بيكلم بحرس بشكل صحيح وكمان بيهزر الاحترام messy messy يعنى not tidy مش مرتب or not organized يعنى مش منظم عندنا طبعا كلمة organized عكس messy بمعنى منظم tidy careful nervous nervous معنى متوتر معنى not calm not calm يعنى مش هادي or worried worried معناها الان تعالوا حبيبي يلا نشوف تصرفات الافعال عندنا look looked look looked طبعا بعد الكه sound الايدى بتنتق t look looked ask asked ask asked relax relaxed relax relaxed paint painted paint painted قالوا حبيبي يلا نشوف بايد التصرفات عندنا listen 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 need needed need needed help helped help helped start started start started talk talked talk talked offer offered offer offered left 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 guess guessed guess guessed برضو بعد الساعة sound دل ايدي تا guess guess stay with stayed with stay with stayed with share shared share shared organized 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 like liked like liked describe described 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 worry worried worry worried تعالوا نشوف يلاحباب الـ irregular verbs يعني الافعال الغير منتظم عندنا كلمة write write wrote wrote read 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 خلي بالكو حبيبي هو نفس بس النطق مختلف دي read لكن دي read read شكل اللون الأحمر كده do did do did feel felt feel felt get got get got take took take took find found find found know new know new or new go went go went meet met meet met show showed show showed draw drew draw drew speak spoke speak spoke make make made made طبعا هنا حبيبي بديني معلومة كده على الماشي يقول لي did you know يعني هل تعلم فبقول لي the way you move gives other people information about your personality. each person has a different way of moving. اه بقول لها هل تعلم ان طريقة الحركة بتاعتك بتاعتك بتدي انطباعات او معلومات معينة عنك للناس او عن شخصيتك للناس. each person has a different way of moving just like we each have our own handwriting. طبعا كل واحد لطريقته المختلفة في الحركة. شكل بالزبط ما كل واحد لي خط مميز بي. people who move in similar ways often become friends and work well together. يعني الناس اللي بتتحرج بنفس الطريقة اللي دايما بيصبحوا اصدقاء وبيعملوا بشكل جيد مع بعض. تعالوا حبيبي بقى نشوف المحادسة اللي حتدور بين اسر وحازم وكمان صديقهم باسل. طبعا اصر بيقول هاي حازم. ابن حازم حازم ده صديقه الجديد اللي موجود في المدرسة لسا جاي. فبقول له هاي حازم. ام اصر. طبعا لما اجي قدم نفس الحد بقول له ايام حبيبي واقول له اسمي. ام اصر. يعني انت شكلك مضطرب او الان. is everything okey? يعني هل كل شيء على ما يرام? طبعا is everything okey? طبعا بستخدمه عشان اتطمن على حال الشخص. is everything okey? شكله بالزبط لما اقول له are you okay? are you okay? يعني هل انت على ما يرام? لكن بالزبط عايز اسأله what's the matter? what's the problem with you? فحازم قال له hi asr. it's my first day. طبعا دي حبيبي كلمة first. it's my first day at school. يعني ده اول يوم ليه في المدرسة. and i feel a bit nervous. اشعر ان انا متوتر. خلي بالكو حبيبي ان فيل اللي بيجي وراها بيكون صفة. i feel a bit nervous. and shy. يعني انا شعر ان انا متوتر. وكمان خجلان. فاسر قال له don't worry. طبعا don't worry. بس تخدمها عشان اطمن الشخص اللي قدامي. don't worry. يعني لا تقلق. we are all friendly. احنا كلنا وددين. i can help you get to know the school. يعني انا ممكن يساعدك انك تتعرف على المدرسة. فحازم قال له really? صحيح? can you? تقدر فعلا? فاسر قال له sure. sure يعني بالتأكيد. i can take you around. قلنا take someone around. يعني يطوف بشخص فيه. او يعرف شخص على. i can take you around. show you where your classroom is. ووريك كمان فين الفصل بتاعك. and stay with you at break. وقدر اعود كمان معك في الفصحة. let's go. احنا ونا لتسحة baby big وراها مصدر الفعل. let's go meet some of my friends. تعال انا نقابل بعض اصدقائنا. look انظر. there is basil. ادي باسل اهو. hey basil. فطبعا بيلفت انتباه باسل فابقوله hey basil. فباسل طبعا قال له hi asr. اهلا يا اسر. حازم. this is basil. فبيعرفهم على بعض بقى. فبقول له يا حازم. ده صدقنا. باسل. يبقى لما قدم شخص للتاني بقول له this is حبيبي واقول له اسمه. فبقول له this is basil. he is very clever. and he is good at. خلي بالك. واخديم السنة اللي فاتت. ان good بتاخد حرف الجر. at his good at math. يعني هو كويس في الرياضيات. you can ask him if you need any help with your homework. انت ممكن تسأله لو انت محتاج اي واي حاجة في الواجب. باسل. this is hazim. اه فبيقدم بقى حازم لباسل. بقول له يا باسل. طبعا الكومديني ده. this is hazim. he is starting school here today. لسه بادئ المدرسة هنا النهاردة. فباسل قال له hi hazim. اهلان يا حازم. welcome. two. برافو عليه كده يبقى welcome. بتاخد حرف الجر. two. مش n. welcome to our school. اهلا بيك في مدرستنا. فقال له. he is so polite. اه آسر بقول. he is so polite. ده مؤدب جدا. فباسل قال له. thanks. شكرا. do you have all your books yet? حازم. هل انت معاك الكتب بتاعتك يا حازم. فحازم قال له. i'm not sure. i'm not sure. يعني انا مش متأكد. i have a lot of books in my room at home. but i'm a bit messy. i am not sure which text books i already have. انا معايا كتب كتير في الحجرة بتاعتي. بس انا معلش مش مرتب. اه فانا مش عارب بصراحة اي الكتب اللي انا. قال لي معايا. فطبعا باسل قال له. we can share my book today. قال له خلاص احنا ممكن نشارك. نتشارك في الكتاب. يعني نبصوا معايا في الكتاب النهاردة. and i have an extra copy of the worksheet. وانا معايا كمان نسخة زيادة من الملزمة. فحازم قال له. wow you're really organized. اه قال له والله اذا انت منظم فعلا. thanks باسل. شكرا يا باسل. فاسر قال له. come on. هيا. يلا تعالى. i'll show you where the science classroom is. حواريك فين حجرة العلوم. تعالوا نشوف حبيبي يلا التمرينات اللي هو مدهالي. طبعا عندنا كلمة break. يعني فسحة. عندنا كلمة clever يعني زكية. عندنا كلمة nervous يعني متوتر. وعندنا كلمة friendly. يعني ودود. وعندنا كلمة feel حبيبي بمعنى يشعر. اثر بيقول. hi hasm. i'm asr. you look worried. is everything okay? قال له hi asr. it's my first day at school and i feel a bit. مرافو عليكو كده. nervous عشان كده بنقول. نازم نقرح بيبي. المحاجسة كويس جدا. don't worry. ما تقلاش. we are all. we are all friendly. يعني احنا كلنا ودودين. i can help you get to know the school. really can you. انت فعلا انت. sure. i can take you around. show you where your classroom is. and stay with you at. يبقى at break. يعني في الفصحة. let's go meet some of my friends. look. there is basil. hi basil. hi asr. hasm. this is basil. he is very and he is good at math. يبقى he is very clever. وكليفر حبيبي بمعنى. زكي او ماهر. فقال له hi hasm. welcome to our school. اهلا بيك فيه. تعالوا حبيبي يلا نشوف السؤال التاني وسؤال التوصيل. طبعا بيقول لي كلمة polite. وقلنا polite حبيبي بمعنى مؤدب. وقلنا الشخص المؤدب ده حبيبي. speaks carefully and correctly. بيكلم بحرس وكمان بشكل صحيح. and shows respect. وببيلة كمان احترام. ميسي. قلنا ميسي يعني فوضوي. يعني غير مرتب. قال لي. يعني not tidy organized. يعني مش منظم ولا مرتب. organized باعك ساعة حبيبي. بمعنى مرتب او منظم. يعني tidy and careful. nervous. قلنا nervous دي حبيبي بمعنى متوتري. يعني ايه متوتري? يعني not calm. يعني مش هادئ. and worried. والان friendly. قلنا friendly حبيبي بمعنى ودود. وقلنا ان الشخص الودود ده حبيبي يعني nice to others and helpful. يعني لطيف مع الاخرين ومتعاون. طبعا عندنا كلمة clever. قلنا clever دي بمعنى زكي او ماهر. يعني زكي او ماهر. يعني intelligent. and good at school work. طبعا عندنا كلمة shy. shy دي حبيبي بمعنى خجول. قلنا الشخص الخجول يعني worried about talking to people. بقى الان كده من الكلام مع الناس. and quiet. وهادئ. تعالوا حبيبي هلا نشوف سؤال التوصيل. بقول لي جانا. is very a she always helps people. يعني هي بتساعد الاخرين. يبقى helpful. متعونة. تعالوا نشوف number two. بقول عمر is very a he makes me love. يعني بيخليني اضحك. يبقى اكيد ده funny. funny يعني مضحك. تعالوا نشوف number three. بقول لي salma is a she likes talking to people. بتحب تتكلم معه الناس. يبقى اكيد يا friendly. يعني ودودة. تعالوا نشوف number four. بقول number five. بقول لي هاني is a he shows respect to everyone. يعني بيزرح ترام لكل الناس. يبقى اكيد وا polite. يعني مؤدب. تعالوا نشوف number six. بقول صلاح is a there are lots of books and clothes on his bedroom floor. بتلقى هدوم على الارضية وفي كل حتة. يبقى اكيد ده messy. يعني فوضوي او غير مرتب. تعالوا نشوف. يلا number seven. بقول. I was a on my first day at school because I didn't know anyone there. كنت ايه? لان ما كنتش عارف اي حد في المدرسة. يبقى اكيد حكون nervous. وnervous حبيبي بمعنى متوتر. تاني nervous بمعنى متوتر. تعالوا نشوف number eight. بقول لي miss amira is very a all the students love her. كل الاولاد بيحبوها. كل الطلبة بيحبوها. يعني طيبة. number nine. بقول لي he is very a he always gets the full mark. دايما بيجيب الدرجات النهائية. يبقى اكيد he is clever. وكليفر بمعنى زاكي. تعالوا نشوف number ten. بقول لي we all keep a in the library. اكيد طبعا احنا في المكتبة keep calm. وcome طبعا بمعنى هادي. تعالوا نشوف number eleven. بقول لي my little sister is very a she is always worried about talking to people. اه بتبقى الان من الكلام مع الناس. يبقى الشيش شاي. وشاي حبيبي بمعنى خجول. تعالوا نشوف number twelve. بقول لي my sister is always a and tidy. طبعا طالما and يعني الصفتين كويسين. طيدي. يبقى معها كمان organized. organized معنى منظم او مرتب. تعالوا نشوف حبيبي يلا سؤال الترتيب. بقول لي حازم how feel does today. اكيد حسأل بهاو. واجيب وراها الفعل المسعب بتاعي does. الفعل بتاعي حازم. وبعدين الفعل الاساسي feel. وبعدين today. يبقى how does hasn't feel today. number two. بقول لي are very all friendly we. اكيد بقول لنا. ودودين جدا. تعال نشوف number three. I bit a nervous feel. اكيد حقول I feel. يعنى انا اشعر a bit nervous. بان انا متوتر قليلا. تعال نشوف number four. بقول ل all do have you box your. يبقى اكيد حقول do you have. يعنى هل انت معاك all your books. يعنى هل انت معاك كل الكتب بتاعتك. تعال نشوف number five. ولي share book we my today can. باكيد حقول we can share. share. يعنى نظر نتشارك my book. الكتاب بتاعي today. اليوم. نشوف اللي بعدها are organized really you. اكيد حقول you are. يعنى انت really. organized. يعنى انت حقا. منظم. تعال نشوف the last one. اخر واحدة. بقولي shows everyone here is big to two. اكيد حقول هو بيظهر احترام لكل الاشخاص. يبقى هي shows. to every one. تعالوا حبيبي يلا نشوف number eight. بيقولي has she black long hair. اكيد ها طبعا هقول she has long black hair. يعنى هي عندها شعر اسود طويل. تعالوا حبيبي يلا نشوف سؤال الترقين. بقولي what does basil offer to share with his friend. يعنى باسل عرض ان هو يشارك ايه مع صاحبه. طبعا حبيبي w حتبقى capital عشان في اول الكلام. طبعا حبيبي ال b بتاع الباسل عشان اسم شخص. وفي الاخر طبعا هحط عشان ده سؤال. school starts in september. طبعا ال s هتبقى capital حبيبي عشان في بداية الكلام. september ال s هتبقى capital برضه عشان اسم شهر. وفي الاخر فلسطاب. طيب do you have all your books yet حازم? طبعا ال d هتبقى capital عشان في بداية الكلام. طبعا حازم ال h capital عشان ده اسم شخص. وفي الاخر question mark عشان ده سؤال. i don't go to school on friday or saturday. طبعا ال i capital عشان في بداية الكلام. friday اكيد ال f هتبقى capital عشان ده اسم يوم. saturday ال s برضه capital عشان اسم يوم. وفي الاخر فلسطاب. تعال نشوف. how does مصطفى feel today? طبعا ال h capital عشان ده في بداية السؤال. مصطفى. ال im طبعا capital عشان ده اسم شخص. وعندنا في الاخر question mark عشان ده سؤال. تعالوا حبيبي يلا نشوف الايميل بتاعي بيقول بخلي بالك ان الكلام كده في زمن الماضي لان انا عايز اقول لها. ان ازاي كان اول يوم لها في المدرسة. the new friends you made. الاصدقاء الجدد اللي انت كونتهم. يعني انت عملت صدقة مع مين. and your new teachers. والمدرسين. your email address is malak at gmail.com and your friends email address is علياء at gmail.com. يبه هنا مهم جدا ان نعرف الاميل دي. لان from يبه حكتب ايميلي انا. فين ايميلي? اللي هو ملك. at gmail.com. طيب تو يبه حكتب ايميلي زملتي علياء. at gmail.com. طبعا السبجكت اكيد هيكون my first day at school. يعني اول يوم ليا في المدرسة. طبعا حبيبي لازم ابدأ بهاي والاسم او دير والاسم. انا اكيد هقول هاي علياء. اهلا يا علياء. طبعا لازم اسأل الاول عن صحتها. فحقول لها. how are you? يعني كيف حالك? لازم اقول لها. I'm happy. يعني انا سعيدة. to send you this email. يعني انا سعيدة ان انا ابعت لك. الايميل ده. I would like. يعني انا اريد. to sorry to tell you about my first day at school. يبقى لازم اقول لها كده. ان انا عايزة اخبرك عن اول يوم ليا في المدرسة. طبعا هقول it was very difficult. يعني كان صعبي جدا اكيد اول يوم. طب ليه? اكيد هقول I was nervous. يعني انا كنت متوترة. and shy. يعني وخجولة. طبعا لان ده. اول يوم. هقول I met. يعني انا. I built some nice friends. يعني بعض الاصدقاء اللطاف. هقول they took. me around. يعني لففوني المدرسة. وكمان هقول the teachers. المدرسين. were very kind. يعني المدرسين كانوا طيبين جدا. so لذلك I was very happy at the end of the day. يعني كنت سعيدة جدا في اخر اليوم. write back. يعني اكتبي لي. and tell me. وقولي لي. about. عن. your. first. day. عن اول يوم لك في المدرسة. at school. طبعا حولها best wishes. يعني اطيب. التمنيات. وحولها yours. وحكتب لها اسمي. طبعا انا مين? طبعا انا ملك. لان الفروم ملك. at gmail.com. يعني بحكتب ملك. ويبقى انا كده كتبت ايميل بسيط جدا عن اول يوم ليا في المدرسة. المدرسة. thank you very much for watching. but don't forget like share subscribe. and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة. ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شاير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. good bye. السلام عليكم.